أعتقد أن أليكس لن يكون هناك اليوم إذا لم يكن أستطيع أن يكون هذا الوضع بيننا يختنق صوتها تحاول عبثا أن تمنع دموع أم ممتنة بعودة ابنها من الأسر في بيتهم في تاسكالوسا في ولاية ألباما ذهبنا لنسمع من هذه العائلة كيف نجحت الوساطة السعودية بتعليمات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق صراح أليكس دروكي من سجن روسي بعد اعتقاله لمدة أربعة أشهر أليكس تطوع للقتال في صفوف القوات الأوكرانية إلى أن وقع بالأسر من قبل الجنود الروس الذين قاموا بتعذيبه وترك مصيره معلقا بين الحياة والموت أمل أن أتمكن من تجاوز هذا دون أن أبكي أنا ممتنة جدا لتدخل ولي العهد ومساعدته أعتقد حقا أن أليكس لن يكون هنا اليوم لو لم يكن ولي العهد على استعداد تام للمساعدة سأكون مديونة دائما للسعودية والشعب ولولي العهد على وجه الخصوص أليكس الذي يتعافى بعد الأسر لا يزال يعاني من تلف في الأعصاب ومتاعب صحية ويخضع لمراقبة طبية يحاول أن ينحت بالخشب ليمرن أصابعه المعطوبة لكنه يعتبر نفسه محظوظا كونه واحدا من عشر أسرى حرب تم إطلاق سراحهم بوساطة سعودية انتظرنا في المطار ثم أخذونا أخيرا إلى الترام ورأينا هناك على المدرش طائرة سعودية كبيرة وقلنا حسنا هذا ليس حقيقيا لن يتم وضعنا فيها ثم كنت أتساءل ما هي تلك الطائرة هناك ثم وضعنا فيها وبدأ الموظفون السعوديون في الواقع يتحدثون إلينا ويشرحون ما يجري ويقولون أننا في أمان وأنه سوف يطلق صراحنا وأنهم سوف يعتنون بنا لم يكن الأمر حقيقيا حتى هبطنا في الرياض سباق مع الزمن من أسرة أليكس في محاولة لإطلاق صراحه ترويها خالته ديانة حيث قامت بالاتصال مع السينتور ريتشارد شيلبي ومع وزارة الخارجية الأمريكية لكن الإفراج عنه جاء من جهة لم تتوقعها لم نكن متأكدين بالضبط من الجهة الوسيطة المساعدة ثم عندما علمنا أنها المملكة العربية السعودية كان الأمر منطقيا بالطبع لكننا لازلنا لا نعرف بالضبط كيف حدث ذلك لا نعرف كيف بدأ الأمر وكم من الوقت استغرقت العملية لأننا كنا نوعا ما في الظلام أخبرتنا وزارة الخارجية أن أمورا كانت تحدث لكنهم لم يتمكنوا من إخبارنا بتفاصيلها لا شيء يضاهي عودة ابن سالما من حرب بعيدة لكن لدى أسرة الدروكي أمنية وحيدة وهي شكر السعودية على منح ابنها فرصة ثانية في الحياة ناديا البلبيسي العربية تاسكالوسا من ولاية ألباما ترجمة نانسي قنقر